ارتفاع درجات الحرارة المصحوبة برياح الشرق كانت من أسباب الانتشار السريع للحرائق التي استمرت لليوم الرابع على التوالي بالغابات المجاورة لمدينة الشون واليوم تمت محاصرة ألسنة النيران بنسبة 80% بعد أن أتت على أزيد من 1200 هكتار نتابع الروبرتاج من غابات الشون بعتزة فاضل السعدوني وبتحرير سعيد أجنع ألسنة اللهمة تزال مستمرة في أجزاء متفرقة من غابات إقليم الشون التي اشتدت فيها النيران منذ يوم السبت الوضع بدأ أقرب إلى السيطرة بفضل جهودي رجال الإطفال كان الشغل شاغل دي الفرق التدخل على المستوى الجويل على المستوى البري هو حماية المتدخلين وكذلك حماية الساكن المحلية والممتلكات ديالهم لأن هذه المنطقة فهي آهلة بالسكان وآهلة بالدواوير هناك كثير من قماش للدوار واجب على فرق التدخل لحماية ديالهم النيران أتت على 1100 هكتار من الغابات ولحسن الحد لم تسجل أي خسائر بشرية لحد الساعة المساحة المتضررة الحمد لله لحدود الساعة فهي 1100 هكتار و60% منها مكون فقط من الأعشاب التانوية وليست من الأشجار النبيلة عملية إخماد حرائق شفشاون تطلبت تعزيز فرق التدخل بوسائل لوجستيكية وبشرية مهمة خصوصا أن الرياح القوية زادت من صعوبة الأمر اشتركوا في القناة